مرحبا بكم أصدقاء الصغار سأحكي لكم اليوم قصة العصفور والفيل تدور أحداث هذه القصة في غابة مملوئة بالأشجار الكبيرة ذات المظهر البدية ومجموعة كبيرة من الحيوانات المتنوعة في هذه الغابة عاش عصفور صغير مع أسرته في عش صغير ثم بناؤه فوق قمة من قمم إحدى الأشجار العالية ذات يوم ذهبت العصفورة الأم بحثا عن طعام من أجل صغارها الذين لا يستطيعون الطيران وخلال غيابها عن العش هبت عاصفة شديدة هزت العش هزة عنيفة فوقع العصفور الصغير على الأرض وقد كان وقتها لم يتعلم الطيران بعد بقي العصفور في مكانه خائفا ينتظر عوضة أمه وهنا مر فيل طيب يتمشى في الغابة وهو فرحان ويضرب الأرض بقدميه الكبيرتين ويغني بصوت عال وعندما سمعه العصفور الصغير خاف وأحس بفزع شديد وحاول أن يختبئ من الفيل الكبير إلا أنه لم يتمكن من الاختباء ورآه الفيل وقال له هل أنت بخير أيها العصفور الجميل؟ هل أنت ساقدت من أعلى الشجرة؟ ولكن العصفور لم يجب عليه لأنه كان يشعر بالخوف شديد منه فحزن الفيل لمنظر هذا العصفور الضعيف وقرر أن يساعده بأن يحذر له بعض أوراق الأشجار ويضعها حوله خيط فئه يحميه من برودة الجو حذرت سعلب المكار ورأى الفيل وهو يتحدث مع العصفور ثم ذهب مبتعدا عنه ليحذر له الأوراق فقام الثعلب بالاقتراب من العصفور وسأله لماذا أنت هنا على الأرض أيها العصفور الصغير؟ فرد عليه العصفور بأنه سقط من عشه فقال له الثعلب المكار إنني أعرف مكان عشك أيها الصغير وسوف أعيدك إليه ولكن عليك أن تتخلص من الفيل أولا فهو حيوان شرير ويريد أن يؤذيك في هذه اللحظة رجع الفيل يحمل أوراق الشجر فابتعد الثعلب واختبأ خلف الأشجار وأخذ يراقب العصفور من بعيد قام الفيل الطيب بوضع الأوراق حول العصفور وهنا شعر العصفور بالدفء وقال للفيل أيها الفيل الطيب أنا أشعر بالجوع أن يمكنك أن تحذر لي بعض الطعام؟ وقد كانت هذه هي فكرة العصفور لكي يبعد الفيل عنه حتى يستطيع الثعلب إعادته إلى عشه مع إخوته فالفيل كبير ومخيف جدا أما الثعلب فإنه يبدو طيبا حيث أنه يمتلك فروا جميل بألوان رائعة فرد عليه الفيل وقال له بالتأكيد أيها العصفور سأحذر لك بعض الحبوب ولكن كن حذرا من الحيوانات الأخرى ولا تتحرك من مكانك حتى أعوث إليك ذهب الفيل ليحذر التعامل للعصفور وهنا اقترب الثعلب منه وقال له هيا لنذهب حتى أعيدك إلى عشك أيها العصفور الجميل وحمله وابتعد به خلف الشجرة وفجأة تغيرت ملامح الثعلب ورم العصفور على الأرض وهجم عليه لكي يفترسه ويأكله صرخ العصفور عاليا وقال أنقذوني أرجوكم أنقذوني سمع الفيل صراخ العصفور فعاد إليه مسرعا ورأى السعلب وهو يحاول أكل العصفور فجرى نحوه بسرعة وقام بضرب السعلب الذي هرب مبتعدا حوفا من الفيل قام الفيل بحمل العصفور وقال له ألم أقل لك أن لا تبتعد أيها العصفور وهنا اعترف له العصفور بأنه كان يشعر بالخوف منه لأنه كبير وضخم وهو عصفور صغير جدا وضعيف فرد عليه الفيل قائلا أيها العصفور أنا لا أكل الحيوانات الصغيرة ولا أريد سوى مساعدتك عليك أن تتعلم أنه لا يجب الحكم على أحد من شكله أو حجمه بل بأفعاله فقط في النهاية أخذ الفيل العصفور وأعاده إلى الشجرة التي سقط منها وكانت أمه تبحث عنه بخوف شديد وعندما رأته آتيا مع الفيل فرحت جدا وشكرت الفيل على مساعدته وهنا تنتهي قصتنا أرجو أن تعجبكم هذه القصة وأن تساعدوني بالاشتراك في القناة حتى آتيكم بقصص جديدة رائعة وممتعة إلى اللقاء أصدقائي